حلقة جديدة من حلقات مسلسل كبت الحريات وخنق كل محاولة وطنية للتعبير عن الرأي في بلد تحكمه ميليشيات وأحزاب فاسدة لا تتورع عن قتل مخالفيها الرأي ناهيك عن سجنهم قانون جرائم المعلوماتية المطروح للتصويت في مجلس النواب به بعض المواد والفقرات التي يعدها محللون مفخخة لأنها تتضمن إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن العراقي وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه وعلى الرغم من تأجيل القراءة الثانية للقانون بسبب الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه إلا أن عددا من الكتل يدفع باتجاه تمرير القانون بعد إجراء تعديلات شكلية عليه تخدع بها الرافضين لإقراره والذين يطالبون بتعديلات جوهرية في بعض المواد لا سيما تلك المتعلقة بمنح الأجهزة الأمنية صلاحية التنصة على المواطنين من دون الحاجة إلى أمر قضائي ناشطون في التظاهرات يرون أن القانون خطير للغاية إذ أنه لو أقر فستسلب بموجبه إرادة الشعب وتتحول حريات التعبير إلى جرائم يحاسب عليها القانون خاصة في ظل ما يموج به الشارع العراقي من حراق شعبي مناهد لسيطرة الأحزاب الفاسدة والميليشيات على المشهد السياسي والأمني في البلاد كلا لأحزابكم الفاسدة كلا لمحاصصاتكم وأمام هذا التحدي الذي يستهدف قمع أي محاولة شعبية لإعادة زخم التظاهرات التي تأثرت كثيرا بتفشي وباء كورونا في البلاد يؤكد الناشطون أنهم سيعملون على مناهضة تمرير القانون وأن ساحات التظاهر سيكون لها القول الفصل في رفض كل ما من شأنه تكميم أفواه العراقيين وقمع حراكهم السلمي لإسقاط الفاسدين وإبعادهم عن مقاعد السلطة وبحسب المحللين فإن أحزاب السلطة تحاول استغلال الهدوء النسبي للحراك بسبب وباء كورونا لتقييد أي إمكانية لاستعادة الزخم الثوري إلا أن هذه الخطوة قد تأتي بأثر عكسي في وقت يسعى فيه الناشطون إلى العودة إلى الشارع بكثافة في ذكر انطلاق التظاهرات مطلعة شرين الأول